بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ رَحِمَهَا اللَّهِ ذَلُمَا جَاءَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَا وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُفِ الصَّالِحِينَ مَا يَرَضْ دِينَهُمْ مَتَرْكَهُمْ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ مَتَرْكِهُمْ مَتَرْكِهِمْ مَتَرْكِهِمْ هَا عَقْشَمْ هَلَيتْ هِلَا سَتْتَجْبُ مَازُرَ نَا hands. إِلَّهِ تَعْبَى مَدَا كُفْرِ خَرْكِهِمْ لَا كَبْتَرْكِهِمْ وَوَخَرْكِمْ تَعْقِهُمْ لم يكن من المسكين قل يقول ستخبر أن الثلاثة جاء العالمية أن الثلاثة أثناء جاء تظمع وعندها وصول وقتها وهذا سيبدأ وإذا ما شاء الله تعيذ لديهم فعيد أنا ستخبر أن المسكين لا تعمل مراكة بسرعة أثناء الثلاثة طيب قال وَتَرْفِيَ الدِّينَهُمْ وَالْغَلُوُّهُ فِي الصَّالِحِينَ نعم الولو في الأفاطن من أوسع أو دينة الضاق ثم أول ما جاءه فجأ إذا بسألوا الولو في الصالحين يقوموا من عندما صوروهم صوروا الصالحين منهم ثم بعد ذلك إلى وصلوا إلى العبدون وهذا الولو الذي نعاني من هنا أن نعاني الغلو يعني إما إخبار وإما تفير إما ولو وإما تفيرهم ما في وصل ما في وصل إما تفير إلى أناس وإلى دون الله برد منهم قلوب قلوب في أشياء التي يُغل إليها وقلوب في أهل مبوض من أغلق قلوب لما تفيرها والقضي أن تفيرهم في الدين لا يستقم على شيء فلا قلوب ولا تساهم ولا إفاق ولا تفير وخيرهم أغلق فلو سلم القوم من هذين الدائم ما حصلان ما حصلان قالوا قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نعم أهل الكتاب ما بين وجوه النصارى غالوا في عيسى حتى عبدوه واليهود باله في سبه حتى جعلوه ولده والمسلمون وفقهم الله فقالوا عبد ورسوله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله وعنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تزهن أجهتكم ولا تزهن مدى ولا سواعا ولا يعوث ويعور من أسرارا قالوا هذه أسماء رجال صالحين من قول روح إن سلمنا هنفوا وح الشيطان إلى قولهم أن ننصفوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أمصارا أو ثانا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تربت حتى إذا هنف أولئك ونسي يجعلنه رهدا قالوا صالحين هذا هو الحاصل صوروهم ثم عبدوا بعد ذلك بعد أن ذهبوا ومابدوا وأطاردهم العهد عبدوهم من دون الله عن أول الشيط بعد آدد أول ما أطار الشيط بعد آدد في قوم بنوعه هو الرسول وإن لها أكاد الناس كمة واحدة وقال ابن الطير قال غيروا أكشين السلف بما ما تعرفوا على قبورهم ثم صدوا المتمادين لهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وأنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني أن يبنوا في مجرد كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله وأن تسمعوا لولو في بعضهم أو في بعض المشايق تسمعوا يكتبوني القصيدة يمتحد وربما أذكر عليه ذلك القصيدة يا كذا وأنت 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 كذا والله عكيب يعني ذلك قد نفسه أن يبدأ الرجل يمتهب بأبيان وفيها مقالب وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام والله حضروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله نعم الشيخ الفلاني العدي الفلاني أما كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا ولمسلم أعلم المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هالك المتنطعون 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 نعم 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 نعم